في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة شهيد صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم حفلة تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الأفق الجامعية في الشارقة من حامل شهادات البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال تفضل وشمل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضوره الكريم مراسم تخريج دفعة الخامسة والعشرين من طلبة كلية الأفق الجامعية في الشارقة والمقامة في قاعة المدينة الجامعية وجاء تشريف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لحفل كلية الأفق الجامعية بتخريج هذه الدفعة من طلبتها في إطار حرص سموه على المشاركة في احتفالات الكلية بالذكر الخامسة والعشرين لتأسيسها والذي جاء متزامنا مع هذا الحفل الأكاديمي وخلال كلمته في الحفل بارك صاحب السمو حكم الشارقة لطلبة الخريجين حصولهم على الشهادات الجامعية بعد سنوات من الدراسة والعمل الجاد داعيا إياهم إلى مواصلة الجهود نحو التمييز والنجاح نحن مجدداً أن نكون معكم هذا الصحيح لتنظر المصدر والمجدد من هذا العام من الأشخاص المصدرين والأطفالين بعد سنوات والعمل الجهود من الأشخاص المصدرين نحن تشعرونك وتعبونك وتعبونك أحسن من الصحيح لأربعكم وتعبونك 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 وتعبوني وعجب أن يقلل أطفال كبيرة في التأكد من الكتابات تشعرون بالبني إستسجئة وتعبونك وتضيفين